الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ليس بينهم اختلاف لا يختلفون في عقيدتهم عقيدتهم واحدة وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبقة هذا لا يضر اختلاف في الفقه لا يضر لأنه اجتهاد ناشي عن الاجتهاد والاجتهاد يختلف والناس ليسوا على حد سوى في ملكة الاجتهاد أما العقيدة فلا ما تقبل الاختلاف العقيدة يجب أن تكون واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف تعبدوا ربا واحدا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون اختلفوا وهذا لا يجوز أن يختلفوا في العقيدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم الله أمرهم بأن يكونوا أمة واحدة فعصوه تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كتب كل واحد عنده مؤلفات كل واحد عنده في العقيدة عقيدة هذا غير عقيدة هذا والمشكلة كل حزب بما لديهم فرحون كل يرى أنه هو على الحق وغيره على الباطل ما يقول خلونا انتفاهم ونشوف أين الذي على الحق نرجع إلى كتاب الله سنة رسول الله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا فلن يقول ما علي من الآخرين أنا الحق عندي كل حزب ذي ما لديهم فرحون مقتنعون بما عندهم متعصبون لما عندهم ما يرون أنهم يخطئون هذا المشكلة نعم